سوف أقص عليكم حكايتي باختصار لقد ذهبت برفقة صديقي سعود إلى الصمان للتنزه بداية وصولنا إلى الصمان كان الجو لطيفا والأرض تسر الناظرين انظروا إلى الربيع كيف يبدو رائعا والسماء ملبدة بالغيوم يا له من جو رائع بعد وصولنا بقليل بدأ المطر يهطل علينا فركبنا في السيارة استمر المطر بالهطول إلى أن دخل علينا الليل واضطررنا إلى تجهيز العشاء في القدر الكهربائي لقد جهز العشاء ما شاء الله يا له من منظر مبهج توقف المطر قليلا فقررنا أن نأكل قبل أن يعود للهطول بسم الله بعد العشاء هطل علينا المطر بغزارة اضطررنا للعودة إلى السيارة وبدأنا بمشاهدة البروق والاستمتاع استمر المطر لساعات فقررنا المبيت ولسوء الحظ أن صديقي لا يوجد معه خيمة مبيت فقرر النوم في السيارة وأنا نمت في الخيمة على صوته طول المطر وفي الصباح الباكر استيقظنا وصلينا ولله الحمد ثم أشعلنا النار وجهزنا القهوة وكان الجو لطيف جدا وبعد الفطور قررت أن أصور بعض اللقطات مع أصوات العصافير أترككم مع المنظر ثم قررنا أن نتمشى قليلا في الربيع يا لها من سعادة عظيمة فالحمد لله بعد ساعة من المشي في الربيع قررنا أن نجدد موقعنا في مكان آخر انظروا إلى أثر المطر يا لها من مسيلة ترد الروح بعد حوالي ساعة من المشي والبحث وجدنا هذا المكان الجميل فقررنا أن ننزل فيه نأخذ لكم مقطع لتستمتعوا معانا في الربيع أجمل فقر في المكشات يطربني صوته لقد انتهى الغداء بعد أن نأكل نستمتع في المشي في الربيع لمدة ساعة نحرق سعرات حرارية دخل علينا الليل وحان وقت إشعال النار وتجهيز الشاي والقهوة للسهرة يقول الشاعر جو الشتاء ماله سوى شبت النار وإن زاد جور البرد زود حطبها استيقظنا في اليوم التالي وكالعادة بعد الصلاة نشعل النار ونجهز القهوة وأبو فرحان قرر أن يعمل لنا خميعا وكان متذمر من القفازات بعد أن تناولنا الفطور قررنا أن نجدد المكان إلى مكان آخر ولقد وجدنا عرجون بعد مشي حوالي ساعة وجدنا هذه الفيضة الجميلة فقررنا أن ننزل فيها حان وقت الغداء ولقد وضعنا القليل من الفلفل يقولون أجمل شيء في المكشات الأكل هيا بنا نستمتع بالكبس وفي نهاية الرحلة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في التقرير البسيط وترككم مع المنظر إلى أن نلقاكم في تقارير قادمة كان معكم أخوكم أبو الوليد